اشتركوا في القناة طبعا القمر اليوم موجود بالميزان ورح ينتقل في ساعة المساء للعقرب طبعا القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10.27 دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد بما ان القمر موجود في برج الميزان من الآن لغاية ساعات المساء فبتظل هاي افضل فترة عاطفية لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيا اكثر من ميل الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة وعادة تزيين البيت او المكتب وقتنا حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا الزاوية اللي ذكرناها يوم امس اللي هي زاوية الاقتران الايجابية ما زالت تاثيراتها موجودة ومستمرة طبعا الى غاية يوم 12 اثنين هي ما بين عطارد وما بين بلوتوت هي زاوية احنا نحكي عنها ايجابية ولكنها هي بالواقع ممتزجة جيدة للحوار والنقاش والقناع والتحركات ولكنها بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب وبتزيد من عنادنا وبرضو بتسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا بعض الاشخاص ممكن يتعرضوا لازمات قلبية او تعب بالعلاقة بالقلب باسباب العصبية او حوادث الها علاقة بالنيران اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون دروتها ساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج امنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء وبنتجه لتغليب العقل وبنصبح اكثر قدرها على السيطرة على مشاعرنا طبعا تأثير هاي الزاوية طيلة النهار الحدث اللي راح يصير بعد هاي الزاوية اللي هو انتقال عطارد للدلو راح ينتقل كوكب عطارد من برج الجدي لبرج الدلو الساعة 11 و22 دقيقة من صباح اليوم السبت ورح يظل العطارد في حركة امامية حتى مساء يوم 2 ثلاثة يعني لغاية الساعة 10 و51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج خلال هاي الفترة المذكورة بيشعر موليد برج الدلو بقوة الفكر والادراك الجيد للامور والقدرة على اقناع الغير بآراءهم ووجهة نظرهم بينشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبيستفيد معهم في ذلك موليد الابراج الهوائي الأخرى الجوزاء والميزان والابراج الناري أيضا الحمل والأسد والقوس وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب عطارة ساعة ولادته في برج الدلو طبعا الحلقة المفصلة عن هذا الانتقال صارت موجودة على القناة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهي راح تكون ذروتها ساعة وحدة وسبع دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون ذروتها الساعة 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من ساعات الظهر وبتستمر لا إلها ما بعد منتصف الليل بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي يعني خلو المسار راح يبدأ ساعة 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 6 و34 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج العقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر خلص ساعة 6 و34 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بنتقل واستقر في برج العقرب عشان يتمن ساعة المساء منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء تأمين أو عمل تأمين أو مراجعة شركات التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء أو استئجار أو بيع عقر بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ذروتها الساعة سبعة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر وبتستمر لغاية ما بعد منتصف الليل بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة والجلد كعضو للنمس البرنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية هذولا طيلة اليوم يعني من الآن وطيلة النهار هم الأكثر حساسية من ساعات المساء بصير عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبيض البروستاتة عظم العانة والجيناد هذولا بصيروا أكثر حساسية ولازم نوفر لهم العناية الإضافية طبعا ما بجوز اليوم عمليات جراحية لهاي الأعضاء باقي أعضاء الجسم ما فيه أي مشكلة لأي عملية جراحية ممكن أخذ علاجات مراجعة طبيب أشياء من هذا القبيل بالنسبة لعمليات التجميل طبعا هذا اليوم مناسب لعمليات الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص بما أن القمر رح ينتقل لبرج العقرب معناته خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاثنين ثلاثة عشر اثنين بيبدأ في تمام الساعة 11 واحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بيستمر حتى اليوم التالي أي يوم الثلاثة حتى الساعة واحدة واحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره واحد وعشرين يوم في تمام الساعة 27 واحد وعشرين دقيقة مساء بيصير عمره 22 يوم نسبة الإضاءة 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18 اثنين منتحس الآن بنسبة 50% في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 25% القمر في الميزان وبدو ينتقل للعقرب ورح يضل في العقرب لغاية يوم 14 اثنين سعيد الآن بنسبة 25% في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 70% عطارد في الجدي وبدو ينتقل للدلو رح يضل في برج الدلو لغاية يوم 2 ثلاثة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 22 سعيد بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا منه الآن ولغاية ساعات المساء بظل التركيز حول اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركاء العمل أو العاطفة ولكن خلال هذا النهار بتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر وابعدوا عن المشاكل وإصدار القرارات وحاولوا ما تكونوا عدائيين واضبطوا نفسكم طاقتكم ضعيفة ممكن يصير بعض التقلبات الصحية أما في ساعات المساء بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية أهمش أنه ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارة للعمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بتكونوا توصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حاولوا أنكم تبدروا لعمل جديد وبرضو ما تهملوا صحتكم ممكن يكون في بعض النقاشات أو الحوارات ما بينك وبين زملائكم العمل أو تبدأ بإتمام عمل جديد أو تستلم عمل جديد أو أشياء لها علاقة بالعمل أما في ساعة المساء ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد بعض الأمور أو تطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية دون عصبية ودون حدية ودون تسرع وحاذروا القطيعة والدعاوة القانونية لأنه خصمكم قوي والعرقي لبتستفزك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا الأجواء ما زالت جميلة على مستوى الأمور العاطفية مستوى الحضوض مستوى الترفيه التجميل الهوايات التقرب من الأحباب أو الأبناء لهم الأجواء ممتازة جدا ولكن ممكن يصير فيه قلق حول أحد الأحبة أو مسألة معينة بتلفت انتباهك العلاقة بأحد الأحبة أو أحد الأبناء أما في ساعات المساء بيبدأ العمل بتراكم لديكم بتكون تنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر لعمل وقت إضافي فعشان هيك بتكون تحذروا من المشاكل الصحية قدر الإمكان برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت إلا إذا تفقدتوها بشكل جيد اليوم جيد لعمليات الصيانة وممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو حدث عائلي أو مشكلة صحة أحد أفراد العائلة شوي ممكن نصير فيها بعض التقلبات لبعض موليد برج السرطان طبعا أو اهتمامات اهتمامات عائلية بشكل كبير طيلة النهار في ساعة المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدكم الاتصالات واللقاءات خلال هذا اليوم أهم شيء أن تلطفوا الأجواء وتعهدوا العلاقات لطبيعتها بتنالوا ما بترغبوا بتنتصروا على كل الاعتبارات وممكن تحلوا مسائل كانت عالقة أو كانت مستحيلة تعتبر فترة إيجابية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشاط والحركة والاتصالات هي اللي بتظلم سيطرة عليكم ساعة النهار من الآن وساعة النهار يعني يوم ممتاز برضو لتقديم الامتحانات والمقابلات الترويج لسلعة أو الإقناع أو الحوار والنقاش مور إلها علاقة بالسيارات أو إلها علاقة كمان بالاتصالات بتكثر عندكم بشكل كبير خلال هذا اليوم أما في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية موسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أن تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم أهم شيء أنه ما تفرضوا رأيكم تعتبر فترة مناسبة للسفر والاستثمار برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا الأجواء بظل تركيزها على الأمور المالية بظل الأجواء فيها بعض المكاسب أو الحلول لبعض الضغطات المالية ممكن اليوم مكاسبكم تيجي من عمل إضافي مستردات هباد دعم ولكن بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو اللي هي الهروب من الواقع بصرف الفلوس في ساعات المساء بتنشطوا في السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تكثر النشاطات حسب حق الاقتصاصك بتكون لك لقاءات عديدة واستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهمش إنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط عندكم طاقة ممتازة جدا وبتزداد طاقتكم وحيويتكم حتى جمالكم خف الدمكم قبولكم اليوم ممتاز جدا مع هيك ما تبدروا لأي عمل جديد بل وصلوا عمالكم الإعتيادية صحيح إنه ممكن تجيكم بعض الفرص حاولوا تدرسوها بشكل جيد أما في ساعات المساء هنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش إنه ما تتهربوا من تقديم المساعد لقريب أو حبيب لا تبالغوا بمصاريفكم وكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب طيلة النهار لساعات المساء لا يوصل عندكم فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات المساء إنجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم وإخلدوا للراحة رح يترى تغيير للأفضل على صحتكم ونفسيتكم كل ما اقتربنا لساعات المساء تستعيدوا حماستكم بتنهمكم بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينكم في ساعات المساء أو حتى على مظهركم تقوى نسبة نجاحكم وبتشتد عزيمتكم وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بظل النشاط الاجتماعي هو الطاغي على الساحة من الآن لغاية ساعات المساء بتنشطوا بحلاقاتكم واتصالاتكم تنشطوا بين الأصدقاء ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم أهم شيء أنه ما تعتمدوا كثير على أي وعد يقطع لكم من ساعات الظاهرة وما بعد من ساعات المساء بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر رح يوصل لبيت متاعبكم حاولوا أنكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد لأنها فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوه وابتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تخيب أمالكم وحذروا من البلبلة والالتباسات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بدكوا تواصلوا أعمالكم لإعتيادية وما تبادروا لهذه عمل جديد خلوا علاقتكم جيدة خلال هذا اليوم مع رؤساءكم بالعمل ما تتغيّموا عن أعمالكم حاولوا تتمموا أعمالكم بشكل جيد برضو في نفس اللحظة حاولوا ما تتخذوا قرارات حاسم اليوم بعصبية وحدية لازم تراجعوها وتستشيروا أهل الإختصاص مرضو بدون مغامرات أو مجهزفات أما في ساعات المساء بتلتقوا الأصدقاء وبإمكانكم كتبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليب في دعم تصوراتكم أهمش أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الأجواء بتظل ممتازة على مستوى الاتصالات اللي بعيدة والعلاقة مع الأجانب والامتحانات الجامعية أو ترويج لسلعة أو ترويج لعمل أوراق معاملات رسمية أو شيء له علاقة بالسفر بتظل الأجواء داعم لإلكم بشكل قوي لغاية ساعات المساء أما بساعات المساء هنا بصير التركيز على المحافظة على سمعتكم ورح تنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم مش أنه ما تضعفوا وما تجازفوا بسمعتكم حاولوا أنكم تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطهع لأن الفترة هاي فيها بعض القلق أو التوتر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيظل الأمور إلها علاقة بالأموال المشتركة من الآن لغاية ساعات المساء اتجنبوا أي شراكة مالية إلا إذا استشرتوا أهل الاقتصاص ودققتوا بالتفاصيل وتفحصوا حساباتكم المشتركة خلال هذا اليوم وخففوا من النفقات فيه فرص لمكاسب مالية بتيجي أغلبها من شراكة أو تعويض أو ضريبة بنك تأمين قرض أشياء من هذا القبيل ولكن فيه بعض المصاريف أما في ساعات المساء بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالأجانب أو بسفر خارج البلاد أو اتصالات بعيدة ويعتبر هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان حاولوا أنكم لا تبدأوا أي عمل أو دراسة جديدة يعني في فترة النهار خلوها للمساء لأنه فترة إيجابية ودعمة لكم بقوة بتناقشوا اليوم أي موضوع بقوة وذكاء وتتجرأوا على رفض أي شيء ما بيناسبكم لا تخشوا شيء بل ثقوا بأنفسكم أكثر هاي فترة مناسبة لأخذ تجربة جديدة وفيها سفر محتمل لبعض موليد برج الحوت هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا